اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرابع لا تنظر إلى عيوب الناس وتهمل عيوب نفسك ونأتي إلى البحث لنتأمل ألا فعل المضارعة يندم ويمن وتكتب وتهمل نجد كل منها مسبوقا بواو تفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها وإن شئنا نقول تفيد نفي حصول ما قبلها وما بعدها معا فالنفي في المثال الأول هو مصاحبة الندم لفعل الخير والنفي في المثال الثاني هو مصاحبة المن للمواساة وهكذا ومن أجل ذلك تسمى هذه الواو واو المصاحبة أو واو المعية وإذا تأملنا ما قبل هذه الواو في الأمثلة التي معنا وجدنا نفيا أو طالبا فهي مسبوقة بنفي في المثالين الأولين ومسبوقة بطلب في المثالين الأخيرين لنرجع إلى الأمزلة مرة ثانية وننظر آخر كل مضارع يقع بعد هذه الواو نجده منصوبا من غير أن تكون هناك أداة نصب ظاهرة ولكننا بالقياس على ما تقدم لنا لا يسعب علينا أن ندرك أن النصب هنا بأن المضمرة وجوبا إذن نقول القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفي أو طالب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى درس آخر إن شاء الله